إن شاء الله خيري طيب بمناسبة برضو الحالات الطرقة دكتور أشرف كتير قوي مننا بيشوف بيحصل عملية تشوش لما بيحصل مثلا إصابة في الشارع مثلا زي حوادث السيارات ربنا يعافي الجميع يعني وبيبقى فيه اختلاف في الرأي يقولك إيه مثلا إنه المريض ما يتحركش وفيه ناس يقولوا لا دا لو المريض لازم يحاول إنه هو نشيء أو نحركه إمتى أنا طبعا بتكلم بشكل عام إمتى إجمالا لما نتكلم بشكل متخصص في حالات العزام بقى تحديدا أو كسور العزام أو كسور العزام في منطقة الحوض أو الفخدة أو ما إلى ذلك إمتى المريض يتحرك وإمتى ما يتحركش يعني أنا بتكلم عن إن الناس بتبقى قصدها المساعدة ولكن قد تسيء التصرف فإيه برضو النصايح كده أو زي ما بنقول الإسعافات الأولية بالمعارفة حتى نتصرف إزاي في حاجة زي كده في العموم أيوة المواضية دي تحسنت قوي من نهاية التسعينات أيوة ابتدت نهاية الإسعافة المصرية تبقى عندها كوادر مدربة تمام وابتدت إنها تدرب بعض الناس في بعض المجالات لهذا الموضوع أيوة لكن القعدة هي كالقاتي أيوة لو المريض لو فيه حدثة كبيرة أهم حاجة إن رئابته متتحركش من على جسمه رئابته لأن دي الحاجة الخطيرة أوي 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 أوكي فلازم لو إحنا بنحرك المريض لازم نحافظ على العلاقة ما بين الراس والجسم بحيث إن الرئابة متتحطش تحت أي ضغط كبير في لو عريد صحاف موجودة بقى فيها رئابة تتلبس عشان تحمي الرئابة وهي إحنا متحرك أكيد الحاجة الثانية لا يوجد استخدام للعنف أوكي ما ينفعش أمسكه من دراعه بابل عمل حدثة أفتح بابل عربية الشمال وأمسكه دراعه الشمال وفضل أشد منه وأشده مسأه بالظبط تمام لو هو مش خارج بسهولة أوكي وخارج بسهولة يعني إن اعتمد على الدفع أكتر من الشد أيوة أوكي والمفروض إن أنا أخرجه علشان أحط راسه وقلبه في وضع أفقي في نفس المستوى آه علشان لو في نزيف ولا حاجة الدور ده ما هي ما تبقاش مجهدة أكتر من من الأزم تمام طبعا بظروف المرور في بلدنا بظروفنا بظروفنا وإن كان طبعا تحسن جامد الأقنين اللي فاتوا دول وصول عربية الإسعاف ما بيبقاش زي أوروبا بالسرعة الكافية زي أوروبا والحياة أحيانا ما بيبقاش فيه تعاون يعني ممكن يكون فيه استجابة سريعة من سيارات الإسعاف ولكن أنا بشوف الحياة بعناي وحداك بتشوف أن فيه ناس لا تستجيب لتنبيه سيارة الإسعاف بعدم المرور قدامها يعني لازم برضو دي فرصة نحن نقول للناس يا جماعة أنه دي حاجات لا تتحمل الهزل ولا تتحمل البرود لأنه معروف أنه لما بنلاقي عربية إسعاف أو صارت إسعاف بنفضلها الحارة اللي هي تمشي فيها ما فيش بقى حاجة اسمها طبعا طريقة نعمل إيه وانا الكلام ده كله لأنه عربية الإسعاف دي راح تنقص حياة مش هما بيؤدوا يعني وظيفة جليلة جدا وحساسة جدا جدا يعني أضعف الإيمان إن احنا نساعدهم دي مشكلة حضرية وثقافية كلنا لازم نحترم الموضوع ده حتى العربية فاطية هي رايحة تجيب عيان مش هزن تبقى شايع عنه وراجعة صحيح وإنكتاد كل إكتادة هنوسع لها سكتها صحيح صحيح